موسيقى أصعد الله وأوقاتكم مشاهدي الكرام مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء الأسبوعي نطل فيك العادة على أهم وأبرز الملفات السياسية والاقتصادية الهامة التي مرت على المنطقة العربية في حصاد أسبوع كامل خاصة مناطق الربيع العربي سنحاول التقليب في هذه الملفات مع ضيفي في السوديو الأستاذ محمد عيش ومع أيضا أهلا بك أسل عيش مجددا وكذلك مع عدد من الضيوف سينضموا لنا أيضا لاحقا سنبدأ من سوريا جدل في سوريا حول تمديد مهلة المراقبين هذا هو العنوان الأول ونعرج إلى مصر ذكرى 25 يناير إنجازات ومخاضات خاصة مع الاحتفال الأول بالذكرى السنوية للثورة ثم نذهب إلى اليمن وهناك البرلمان اليمني صادق على حصانة علي عبد الله صالح بعد جدل كبير طبعا وأخذ رد داخل أروقة البرلمان أخيرا إيران والخليج هل دقت ساعة الحرب؟ هذه هي أبرز مواضيعنا بداية من الشأن السوري تتجه الجامعة العربية التي تتعرض لضغوط تتجه إلى إحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة أو إلى تمديد مهلة مراقبيها في سوريا لمدة شهر رغم الانتقادات المتزايدة التي توجه لها من قبل المعارضة السورية والتي تؤكد أن هذه المهمة لم تفلح في إنهاء قمع النظام للتظاهرات منذ أكثر من عشرة شهور الولايات المتحدة أعلنت من جانبها أنها تعتزم إغلاق سفارتها في دمشق بسبب تدهور الأمني في سوريا وفيما تنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين وتنتقد الجامعة العربية يلتأم غدا اجتماع للوزراء الخارجية العرب لمناقشة الخيارات المتاحة وبعد تسلم أيضا تقرير سيقدم رئيس البعثة الفريق الذابي محمد أستاذ عايش مرحبا بك مجددا البداية من سوريا ونحن نقلب هذه الملفات دور المراقبين العرب ومدى نجاحهم في هذه المهمة إلى أي مدى تراها مع انتهاء مهلة عملهم وتقريرهم سيكون غدا على مكتب أمين عام الجامعة أولا الحكم على شهر كامل من هذه المهمة موقوف لحين صدور ونشر تقريرهم خلال هذا الشهر لكن ما رأينا خلال شهر كامل من مهمة هؤلاء المراقبين لأنهم فشلوا في تحديد ما الذي يجري في سوريا فشلوا في توصيف الأحداث قبل أن يفشلوا في إدانة أو تبرئة طرف ما فشلوا في أن يوقفوا نزيف الدم السوري بل على العكس مجرد وصولهم في الشهر الأخير يعني خلال الثلاثين يوم الأخيرة التي تسبق حديثنا هذا زادت عمليات القتل وزادت عمليات الاقتناص سواء للمتظاهرين أو لغيرهم أو حتى للمنشقين أو حتى من الجيش ومن خارج الجيش أو حتى للموالين للنظام يعني هناك عملية خلط للأوراق على الأقل هؤلاء المئة وخمسين مراقب لم يتمكنوا من توضيح ما الذي يحدث هناك بالتالي نحن أمام السؤال إذا كانت الدول العربية طبعا بطبيعة الحال تتجه إلى تمديد هذه المهمة والسبب بسيط أنهم لا يملكون خيارات أخرى غير تمديد دعني محمد فقط عند الخيارات قبل أن أكمل معك أخذ أيضا رأي الأستاذ نبيل الشبيب الكاتب والمفكر السوري من ألمانيا الأستاذ نبيل بدأ ضيفي الأستاذ محمد عايش يتكلم عن الخيارات قبل أن نذهب إلى تعداد هذه الخيارات ماذا تملك الجامعة العربية أن تقدم غدا في اجتماع لجنة وزراءها باعتقادك الخيارات اللي عندها أولا أصادق على ما قال محمد الحقيقة لأنه فعلا لم يعطى خيارات لهؤلاء المراقبين أن يصنعوا ما ينبغي أن يصنعوا في الأصل بناء على تكليف جامعة الدول العربية الآن جامعة الدول العربية هي المسؤولة عن هذا الوضع لأن هذه البعثة لم تقم بمهمتها كما ينبغي وأن المبادرة التي طرحتها جامعة الدول العربية فيها أكثر من بنت لم يصل ليس فقط إلى التطبيق من أجل المراقبة لم يمكن البدء بتطبيقي أصلا مثل قضية وقف القتل مثل قضية سحب المظاهر العسكرية مثل قضية الإفراج عن جميع المعتقلين يعني طالما الجامعة عجزت عن ذلك إذن لم يبقى أمام الجامعة إلا أن تعليع عن عجزها هل تستطيع بعد ذلك عندها خيارات أخرى مثل خيار التي اقترحها وأمين قطر أن ألصى قوات عربية دون تغطية دولية لا أعتقد طيب أستاذ نبيل بالتالي يبدو أن على الخيار الوحيد الذي بصي أمامها هي الاستعانة بقوات دولية عند هذه النقطة أستاذ نبيل قبل تفصيل فيها البعض يقول أن تمديد بعثة عمل الجامعة هو ليس أيضا من عدم وجود خيارات عند العرب أيضا العرب يأسوا من تردد المجتمع الدولي ويبدو أن يحبطوا من احتمال تدخل هذا المجتمع يعني لا أعتقد بأن هذا الصواب 100% المجتمع الدولي يمكن أن يتحرك إذا تخدمت دول عربية شيء من الضغط والمجتمع الدولي معروف أنه كان يريد أكثر من مرة أن يتخذ قرارا وأن إحدى العقبات روسيا يترى ماذا تفعل الدول العربية من أجل دفع روسيا إلى تغيير موقفها هل فعلا تساهم اللغة التي تفهم بها القوى الدولية وهي لغة الضغوط ولغة المصالح أم أنها فقط تعلم بعض البيانات بعض المواقف والتنديد بموقف الروسي لا بد للواقع من نوع من الضغوط الحقيقية على روسيا من أجل أن تغيى موقفها وهو قابل للتغيير لأن مصالح روسيا ليست هي المصالح مع السورية وليست فقط المصالح الحالية المصالح المستقبلية تلعب دور والمصالح مع مجموعة الدول العربية يأكبر بكثير المفروض أن جامعة الدول العربية إذا كانت جادة الدول العربية نفسها لأن الجامعة هي مجموعة هذه الدول إذا كانت جادة في مواقفها فستطيع فعلا أن تغيير الموقف الدولي لكن لا أدعو الواقع إلى أن تدويل القضية هكذا بدون شروط إنما لا بد من الواقع عدد من الضمانات التي يمكن أن تكون مقصرنا بهذا الأمر لكن لا أعتبر المجتمع الدولي وحده مسؤول عن التردد الحالي هذا التردد يحمل مسؤولته من جهة جامعة الدول العربية من جهة أيضا قطاعات لا بأس بها من السياسيين السوريين في الخارج طيب ابقى أستاذ نبيل معنا أستاذ عايش استمعت لكلام الأستاذ نبيل لكن البعض يقول أن الجامعة قادرة والدليل أنه في البداية كانت داخلة بقوة وأجبرت النظام على تقديم تنازلات لكن اليوم صار فيه انقسام داخل الجامعة هو الذي عطل هذه القوة العربية ليكون واضحا أن الجامعة العربية مؤسسة عربية فاشلة منذ تأسست وليس منذ اندلعت الثورة في سوريا هذا يجب أن يكون واضحا ويجب أن يكون صريحين في ذلك هذه المؤسسة الفاشلة فشلت في حق دماء الشعب الفلسطيني لمدة 63 عاما لا يزال الدم الفلسطيني يسيل ولم تتمكن من حق هذه الدماء هذه المؤسسة هي التي ورطت العراق وأضاعت العراق أضاعت أهم وأكبر بلد عربي ولم تستطع أن تحقق لهذه الدولة ولا لشعبها أي شيء هذه المؤسسة لم تستطع أن تحفظ استقرار السودان ولا تماسك أراضي ولا وحدته السياسية فانقسم السودان وتحول إلى دولتين وبالتالي اليوم لا نستطيع أن أخدع المشاهد العربي الذي يراني الآن وأقول له بأن الجامعة العربية يمكن أن تفعل لك شيئا الجامعة العربية كيان ميت لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يقدم شيئا للسوريين وبالتالي أنا لا أعول لا على المراقبين العرب ولا على البروتوكول الورقة العربية الذي وقعت عليه دمشق لا أعول على ذلك لأن العرب عاجزين وغير قادمين على تخدم شيء سيد عايش في البداية الجامعة أخذ موقف متماسك وقوي وحاسم وكان أداءها كانوا الناس ينادوا شكرا للجامعة يعني ومع ذلك لم تفعل شيئا حتى عندما قررت سحب القطع العلاقات الدبلوماسية لم تجبر أعضاءها وبالمناسبة لأن ميثاق الجامعة العربية لا يسمح لها بأن تجبر الأعضاء على قراراتها قرارات الجامعة العربية ليست ملزمة لأعضائها هذه مشكلة هيكلية في داخل الجامعة العربية أنا أحكي لك كمان بالنسبة لل سأعود لك للمطلوب شو المطلوب منها لكن وبالنسبة للخيارات الدولية للمجتمع الدولي قبل أن يغادرنا الأستاذ نبيل أستاذ نبيل فيه انتقاد كذلك للمعارضة وهي أحد الأسباب في تعطيل تدخل العربي بقوة والدولي يعني المسئولية هنا طبعا مسئولية نسبية لا نستطيع أن نقول هذا الطرف مسئول مئة في المئة وهذا الطرف مسئول مئة في المئة لا بد نحن وضع جامعة الدول العربية معروف لكن الدول العربية أيضا تفكر بلسان المصالح ولا بد أن نضع في حساباتها هذه الحكومات الموجودة حاليا والتي تتخذ القرار فيصدر عن جامعة الدول العربية لاحقا هذه الدول يجب الواقع أن توضع أمام مصالحها هذه هي المهمة الرئيسية التي يحملها المعارضون السوريون في الخارج فإذا كانوا لم يستطيعوا حتى الآن إقناع حكومات الدول العربية بأنما صحتها هي أن تقف مع الثورة ومع الشعب وليس بهذا الشكل الذي يتقف فيه الآن لن يتخذوا قرارهم ولو أرادوا اتخاذ قرار يمكن أن يؤثروا على الحكومة السورية الباقية أو على بقايا النظام الآن الموجود في سوريا وأن يؤثروا أيضا على المواقف الدولية ولكن هذه الحكومات تحتاج إلى ضغوط حقيقية وتحتاج إلى أيضا مشروع سياسي من أجل مستقبل سوريا الآن بدأت تحرك داخل سوريا من جانب السواء وهم المعون عليهم أن يطرحوا مشروعا سياسيا متكاملا يضع المسؤولين من السوريين في الخارج أمام مسؤولياتهم ويضع أيضا حكومات العربية أمام مسؤولياتهم شكرا سيد نبيل شبيب الكاتب والمفكر من ألمانيا شكرا جزيلا لك أعود لك أستاذ عايش كنت قاطعتك عند المطلوب من الجامعة العربية لا نريد أن نكتفي بالانتقاد قد تبقى تنتقد دهرا لأداء الجامعة أنا أظن أن الجامعة العربية الآن لا تستطيع أن تقدم الكثير والسبب أن السوريا أولا دولة لا يستهان بوزنها داخل هذه الجامعة أيضا الدول الأخرى المترددة في مواقفها كثيرة داخل الجامعة وأظن أنها الدول التي لا تعلن أنها مترددة أو لا تعلن بأنها متعاطفة مع النظام الأسد عددها أكبر من الدول التي تعلن ذلك فكرة إرسال قوات عربية هذه فكرة غير واردة ولا أظن أنها قابلة للتطبيق أصلا ولو قابلة للتطبيق أحكي لي من وين بتهتيجي جغرافيا القوات العربية إذا كانت العراق تؤيد نظام الأسد وإذا كانت لبنان تؤيد نظام الأسد تركيا يعني أن تقول تركيا تركيا أنا لا أظن أنها الآن في هذا الظرف الحالي ومع الاتصالات التي حدثت بينها وبين إيران يمكن أن على الأقل يمكن أن تلعب دور القاعدة العسكرية للتحرك نحو سوريا الأردن أيضا متردد وهذا كان سبب زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن الأسبوع الماضي وكان واضح بأن اللهجة الأمريكية تم تخفيفها حيال النظام السوري أيضا أنا أريد أن أحكي لك بالنسبة للظرف الدولي بس دورة الجوار عايش أنت ويتردد كثيرا موضوع لبنان وكأن لبنان دولة عظمى ولبنان على تاريخها كانت دائما تحت الهيمنة السورية لبنان أهم دولة عربية سأقول لك اليوم أنه ليس حقيقة أن كل لبنان ضد مع الأسد هناك انقسام واسع وهناك تيار عريض ضد نظام الأسد ويوميا يتصدر الانتقادات والمظاهرات ضد الأسد كويس ناس كثير بحكوا هذا الكلام لبنان ليس حزب الله فقط لا بالنسبة لحزب الله أهم حركة سياسية في العالم العربي حزب الله أنت تتحدث عن فصيل لبناني صمد أمام سادس أقوى قوة في العالم أكبر جيش في العالم الجيش الإسرائيلي صمد 33 يوما أنا هذا ما أتحدث عنه يعني ليس أنا لا أتحدث عن الحكومة اللبنانية التي يعني بجرد قلم ممكن أنها تروح وبجرد قلم ممكن أن تتشكل لا نتحدث تحديدا عن حزب الله لنكن صريحين دعم حزب الله للنظام السوري لنظام الأسد دعم مهم مهم استراتيجيا ومهم لوجستيا على الأرض لا نستطيع تجاهل هذا الدعم دعم العراق أيضا دعم الإيراني مهم جدا لا أستطيع أن أغمض عيني عن هذه العوامل هناك أمر مهم فقط عشان أحكي لك عن موضوع الروسي على موضوع حزب الله كان في ظهر سوريا وإيران وحزب الله ليس وحيدا الذي قاد معركة التحرير لو لا التكنولوجيا الإيرانية والدعم اليوم الوضوع تغير يا سيد عايش اليوم الوضوع تغير الإقليمي والدولي يعني ليس اليوم حزب الله حتى في العالم العربي المنار تراجعت نسبة مشاهدتها قناة حزب الله بسبب تراجع يعني تراجع لا لا انت هيك دخلت على موضوع الشعبية أنا ما ليش في يعني أنا اللي بحكي لك هي أنه هذا حزب الله قوة عسكرية وقوة سياسية داخل لبنان وخارج لبنان مهمة دعمه للنظام الأسد بغض النظر عن مواقفنا وبغض النظر عن مواقف الشارع العربي هل هو انخفضت شعبيته أو زادت شعبيته أنا بحكي لك هذا في علم السياسة والعلم العسكري هذا مهم دعمه للنظام الأسد هذا مهم جغرافيا ومهم لوجستيا ومهم استراتيجيا ومهم سياسيا بالنسبة لروسيا روسيا أعطت للنظام السوري في العام 2008 مليارين وستمائة ألف دولار أعطتهم هبة روسيا لديها 63 مشروع استراتيجي داخل سوريا روسيا ترتبط بإيران بعلاقات استراتيجية سواء علاقات تتعلق بالجغرافيا أو علاقات تتعلق بالسياسة أو علاقات اقتصادية مهمة جدا روسيا ترتبط مع تركيا ومع سوريا ومع العراق أيضا كذلك بعلاقات روسيا لديها أطماع بأن تلعب دورا في هذه المنطقة ومع الانكفاء الأمريكي والانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة من العراق وأفغانستان روسيا تطمع بأن تلعب دورا في هذا المكان وتتقاسم مع القوى الجديدة في هذه المنطقة هذه المصلحة وبالتالي مصالح روسيا لدى سوريا قوية جدا وبالتالي لا تحكي لي أن الجامعة العربية لو طلبت من الروس أو طلعت ديام لموسكو واضطرين أن نتوقف وروسي تشهد دربيع عربي داخلي وتورى على بوتين وعلى مدفيد مع كل حال نتوقف الفاصل حتى نستكمل وما تبقى من المواضيع ابقوا معنا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعد هذا الحديث أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام نتحول إلى ملفنا الثاني مصر نددت حركة صوت الأغلبية الصامتة بدعوات الثورة الثانية ووصفتها بأنها دعوات غير مسؤولة وتدعو إلى الفوضى التي تقضي على مكتسبات ثورة 25 يناير معتبرة أنها التفاف على إرادة الملايين الذين اختاروا من يمثلهم من خلال صناديق الانتخابات وليس من أو عن طريق فرض رؤية مخالفة لرؤية الأغلبية هذا من جهة أخرى أعلنت مختلف القوى السياسية المصرية مشاركتها في فعاليات ثورة 25 يناير والاحتفال بالسنوية الأولى لهذه الثورة وسط تخوفات من حدوث أعمال عنف واشتباكات أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ 25 يناير أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الأستاذ إمام محمد إمام كاتب والصحفي مرحب بك أستاذ إمام مرحب وأرحب أيضا مرة أخرى أستاذ محمد عايش الكاتب والصحفي أستاذ إمام نبدأ من عندك دعوات المشاركة في احتفالية 25 يناير هل هناك مخاوف حقيقية من انفجار الأوضاع في هذه السنوية الأولى؟ نعم من الملفت للانتباه أن الأصوات بدأت تتكاثر من هنا وهناك البعض يطالب بأن السورة لم تكتمل بعد فلذلك لا ينبقي الاحتفاء بهذه السنوية بحجية أن السورة ينبقي أن تستمر ودليلهم على ذلك أو حجيتهم على ذلك أن النظام زال الرئيس ولكن النظام ما زال جاسم على صدور الشعب المصري بينما بعض الآخر يرى أن هناك خطوات جادة بدأت تحدث من بينها وأهم هذه الخطوات هي الانتخابات البرلمانية التي أعلنت اليوم اكتمالها حيث أعلن الرئيس اللجنة الانتخابية اكتمال كل هذا سيد إمام لا ينفي أنه ما زال الشباب عندهم غضب من العسكر ويقول بعض الآتلافات تقول سنحول هذه الذكرى إلى ثورة على العسكر كما ثورنا قبل سنة على مباركة نعم لكن لا أريد أن أقول أن بعض العقلانيين طالبوا بأن تكون هذه الثورة ثلمية بمعنى أن لا تتسم بقدر من الفوضى وتؤثر على عظمة هذه المناسبة لذلك لو تلحظ أن بعض الأحزاب خاصة الإسلامية تنادت إلى أن تعمل جاهدة في الحفاظ على بعض المواقع الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى ولكن هؤلاء الذين يتحاججون بأن الثورة لم تكتمل معظمهم الشباب الذين غابوا عن المشهد الانتخابي البرلماني فلذلك رأوا أن هذه سانحة يعبرون فيها أنهم ما ذالوا في الصورة سنعود للتعليق على الشباب ودورهم سيد محمد عايش قبل سنة كنا في نفس المكان نتابع ونرصد إرهاصات ثورة 25 من الميلاير أو استعدادة الشباب للثورة على حسن مبارك هل تعتقد أنه في ثورة في 25 في الدكرة الأولى على العسكر موهلة اليوم؟ أنا أظن أن الشعور العام في مصر الآن أصبح بأن الثورة لم تحقق أهدافها النظام فعلا لازال على حاله القوانين على حالها السياسات كلها على حالها وميدان التحرير يشهد على ذلك القمع الذي شاهده ميدان التحرير يشهد على ذلك كل ما هناك أنه بل على العكس يعني كنت بدي أحكي لك أنه كل ما هناك أنه مبارك أسقط لكن البعض وكثيرين في مصر يقولوا بأن مبارك هو الذي لا يزال يملي على هؤلاء العسكر ماذا يفعلون من مقر إقامته الذي لا يزال سريا مبالغات الرجل يظهر على سرير داخل طالع ويظهر بالكرسي ويبدو حتى نفسيا منهار بالضبط هذا يدل أن المسألة ليست مسألة أشخاص المسألة أن أي ثورة تقوم يجب أن تغير يجب أن تغير الواقع السياسي ويجب أن تغير الواقع الاجتماعي والاقتصادي حتى في الدولة وهذا التغيير يستوجب معه أو يستوجب لإنجازه تغيير النظام السياسي وتغيير النظام السياسي لا يعني تغيير الأشخاص هل تستطيع أن تفسر لي كيف الآن رئيس الوزراء المصري هو نفس رئيس الوزراء الذي كان لأكثر من عشر سنوات وكمال الجنزوري هو رئيس الوزراء لمبارك ومن أقرب المقربين لمبارك كيف تفسر لي أن يكون هذا رئيس الوزراء في زمن مبارك وفي زمن التورة هذه أعملية استخفاف في عقول الناس أعملية استخفاف الملايين الموجودين في ميدان لماذا سيد إمام ترى أنه حققت أهداف الثورة أنا أريد أن أقول الحقيقة قد تغيب على كثير من المعلقين في قبايا الشأن المصري ينسوا أو يتناسوا أن هذا النظام كان في سدة الحكم أكثر من سلاسين عاما فلذلك مهيم على كل مفاصل الدولة فمن الصعب بين يوم ولا بين غد وضحاء نجد تبديلا كاملا ولكن نتفق تماما بأن النظام ما زال هو السائد رغم غياب نسمي بعض شخصي الأهم من كل هذا أن الثورة تحققت جزء كبير منها والدليل أن الحراك الذي يحدث والحريات التي انفرجت والانتخابات والانتخابات لا تصار في تغيير لا شك أهم جزئية أو طبقة مهتمة بهذا الأمر وتعلل على أن الثورة لم تحقق مكتسباتها حتى تصير قدرا من الإحباط هما يسمى في مصر بالفلول أي أتباع النظام السابق هؤلاء حرصوا أن يستفيدوا من بعض الخيوط التي ما زالوا يستمسكون بها خاصة فيما يعرف بالإعلام القومي يعني الصحف القومية والإعلام القومي مهيمنين لأنه 30 عاما هو برضو يعني من الصعب على الملايين خرجت إلى الشارع من أجل التغيير أن تقبل فقط بأنصاف حلول يعني هذه القصة أن الناس لديها مجموعة من المطالب مدام نزلوا على الشارع وأسقطوا مبارك وأسقطوا يعني أو يريدون إسقاط النظام إذن يريدون تنفيذ كل المطالب يعني ولا 90% من المطالب رح يطالبوا بعشرة بس كامل النقطة لأشرها سيد محمد أستاذ إمام قال أنه 30 سنة من الحكم يعني يا أخي 30 سنة لن نبدي 30 سنة حتى نغير النص أو الأقل لا 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 نبدأش النص حقيقة لا بدنا أن نشير إليها أحبرت الناس حقيقة تبرهن نحن بجرد السفارة للحوار نعم تبرهن أن الثورة بدأت يعني تؤتي بعض من أقلها وهو ما سربته صحيفة الأحرام اليوم من أجندة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين من القوانين التي تطرح جميل في هذه القوانين كلها اهتمت بالفئات والطبقات التي وجدت عنها كثيرا من قبل النظام السابق فلذلك إذا صبر الأخ محمد ومن يتبعه في هذا الأمر قليلا فيجد أن الثورة بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح سيد محمد عايش كان سؤال أثار موضوع الفلول لكن في المقابل هناك من يقول تحت عنوان الفلول والتخريب تم توزيع التهمات يومنا ويسرى لكن ثم من أبناء الثورة من يسيء لها هذا صحيح والسبب في ذلك أن الذين قاموا في الثورة هناك فعلا إساءات لكن أنا لدي قناعة حتى هذه اللحظة أن هذه الإساءات غير مقصودة ليست مقصودة وليست ناتجة عن مؤامرة من أجل الانقضاء على الثورة وسببها بسيط جدا أن قلة الخبرة بالفعل هذا يعني هذول الذين خرجوا إلى ميدان التحرير مؤظمهم من فئة الشباب مؤظمهم من فئة بعضهم من العاطلين عن العمل بعضهم من المهمشين المقموعين السجناء السابقين يعني اللي بنت سجنته عشرين سنة وهو عمره أربعين سنة يعني أخذته عمره عشرين سنة قضى نصف عمره في السجن يعني هو بدي يطلع خبير نووي مش رح يطلع خبير نووي رح يطلع إنسان بسيط إنسان بسيط لكن لديه رغبة بالتحرير أخذوا لحم ورموا عظم يعني بالضبط فالذين خرجوا إلى الشارع يوم 25 يناير وأسقطوا النظام المصري أو أسقطوا حكم مبارك في 18 يوما هؤلاء معظمهم من قليلي الخبرة من الناس الذين بالعكس يحبون مصر كحبهم لأمهاتهم ولأبائهم هذول خرجوا حبا في مصر حبا في التغيير رغبة في أن يروا بلدهم أفضل مما ذلك يعني هذول نسبة كبيرة منهم تغربوا في الخارج وشكك بوطنيتهم هؤلاء الذين بس اسمح لي هذول الذين شكك بوطنيتهم لأنهم تغربوا بالخارج هذول شافوا كيف يهان المواطن المصري بعد أن كان عزيزا مكرما يعني ظل كان المواطن المصري هو أعلى عليين بالنسبة للأمة العربية كانوا سادة العرب فوجدوا كيف يهانوا في دول عربية وأجهلية يعني لا يستطيع يعني لا يجب الإنكار أنه في مظاهرات يعني ما زال في ناس يحبوا حسني مبارك في مظاهرات كان تخرج بين فترة والأخرى صحيح أنا أشوف أنا من اليوم الأول إلى 25 يناير يعني على الرغم من أني طبعا معروف بأنني مؤيد للثورة وكنت أسعد يوم في حياتي يوم سقوط مبارك لكن منذ اليوم الأول من 25 يناير وأنا بحكي لك أنه في على الأقل مليون مصري بعيدوا مبارك وأنه لدي أصدقاء مصريين يؤيدوا مبارك لكن مليون مصري من 80 مليون يعني أنا بقدر أنه في حوالي مليون مصري هذولا أقلية عليهم أن يحترموا الأغلبية ويحترموا إرادة الشعب وعلى 79 مليون في مصر الذين يعرضوا مبارك أيضا أن يحترموا هذا المليون لنتذكر قول السياسي الشهير مونتسيكيو الفرنسي الشهير قال أن العالم كله غير مبرر في إسكات شخص ما تماما كما أن هذا الشخص غير مبرر في إسكات العالم العالم بيأكملوا فهؤلاء المليون بني آدم اللي بأيدوا عليهم أن يحترموا يحترموا ويأسسوا حزب سياسي مستقبلا سيد إمام يعني اليوم كان إعلان الانتخابات التشريعية متائج النهاية للانتخابات هل ما زلت تشعر أن العسكر لسه لعبهم يسيل للسلطة يريد أن يبقوا أو سينضوا يعني قدما بتسليم كامل السلطات والمسؤوليات للناس اللي يجبوا الانتخابات اليوم أيضا في محق من المحقات التي ينبغي أن نرى كيف يتفاعل معها العسكر وهو ما ورد عن حزب الحرية والعدالة بأن الجيش ليس محصا من المسائلة بل سوف يكون ضمن رغابة مجلس الشعب أي البرلمان هذه المسألة بتصير كثير من حساسية العسكر فإذا صبروا على ذلك وصمتوا هذا خير كثير أما إذا تحرقوا أو أعلنوا أنهم في البلد في مشاكل فسيدخلون البلد في مشاكل كبيرة وهنا أيضا يأتي قصة الفلول الفلول الحقيقة ليس كلهم كما صنفهم الأخ محمد بأنهم يحبون مبارك بل بعضهم يحبون مصالحهم لأنهم يرتبطوا بهذا النظام من خلال المصالح معينة فشعروا بأن هذه المصالح هددت بهذه الثورة هو مراتك حب شخصي أو حب للمكتسبات مقتسباتهم نعم حتى الرقم مليون مبالغ فيه حتى الرقم مليون هذا مبالغ فيه أنا بحكي لك لنقول أنه في مليون مصري لأنه حتى اللي طلعوا في العباسية يأجدوا حتى المجلس العسكري لم يعدوش متين ألف المبارك كانوا عشرات حسن لكن نعود للسؤال المهم وهو لأن هذا هو أس مخاوف الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها من المصريين وغير المصريين وهو هل سيتنازل العسكر طوعا واختيارا أم يرغم على ذلك؟ هذا هو السؤال الذي ينبقي أن نبحث حوله فإذا قدر للأمور أن تسير بالطريقة التي سوف تفضي إلى أبريل المقبل لانتخابات الرئاسية فيكون قد لعب العسكر دورا مهما في حماية هذه الثورة والوصول بها إلى مرافع الأمان طيب الموضوع مصري شيء وطويل لكن نريد أن نتقل إلى اليمن سيد إمام أستاذ محمد إلى اليمن مشاهدي الكرام اليوم أقرى البرلمان اليمني قانونا يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين في محاولة للمضي قدما في مبادرة تن تفضي إلى إنهاء الأزمة في البلاد وإنهاء حكبه والوصول بالبلد إلى بر الأمان البرلمان أيد ترشيح نائب الرئيس عبد ربو منصور هادي كمرشح توافقي لكل الأحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجري في الشهر المقبل يحل عبد ربو منصور هادي محل صالح بعد 33 عاما من وجود علي عبد الله صالح في السلطة سيد محمد اليمن وعلي عبد الله صالح هل هذا القرار من البرلمان باعتقادك سيهدئ الأمور ولا سيفجر الوضع مرة أخرى يعني أنا للأسف غير متفائل في الحقيقة بما يحدث في اليمن كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية أنا أستدل الاستدلال فقط من الفترة الماضية كانت تصب في صالح بقاء علي عبد الله صالح وليس في صالح تهدئة الشارع وليس في صالح تنحي علي عبد الله صالح وليس في صالح نقل وليس في اتجاه نقل سلمي للسلطة في اليمن يعني كل ما هذا من ابتداء من المراوغة في التوقيع على المبادرة الخليجية وثم من التوقيع على المبادرة ذاتها في السعودية ومن ثم كل الإجراءات ومن ثم تحصين علي عبد الله صالح أنا مش عارف يعني إحنا المسلمين نعرف أنه القرآن الكريم والأنبيا فقط المحصلين هو علي عبد الله صالح لو نزل عليه رسالة يحكونا اليمنين إذا نازل عليه رسالة وإحنا مش عارفين يحكونا بس إشارة لأن القانون اليوم اللي أقروا البرلمان نص فقط على حصال الصالح ومش أعوانه يعني أيضا فيه إنجازات ليش ليش هو أحسن يعني يعني هو إذا علي عبد الله صالح الوزراء تبعونه هو كان يملي لهم وهو الذي كان هذا نظام رئاسي هذا نظام جمهوري رئاسي رئيس الدولة هو الذي يحكم لماذا يحكم ولا يحاسب يعني لماذا يحاسب وحتى لو بدنا نسامحه في الثلاثين أو الخمسة وعشرين سنة اللي مضت من حكمه بدنا نسامحه كمان في الناس اللي ماتوا طيب هي صفقة سياسية أستاذ إمام صفقة سياسية أترك الرجل يخرج والبلد كلها تخرج من الأزمة نعم لا بد في الموضوع اليمني لا بد أن نراعي أن اليمن غير كثير من الدول الأخرى لأن اليمن تواجه بعض المعضلات ومن أخطارها موضوع الإرهاب أي أن كان اتفاقنا على هذا المسمى ولكن هذا التوافق هو من الضروري للوصول إلى حل لهذه القضية التي كادت أن تصل إلى عام كامل وأحسب أن المبادرة الخليجية زاوجت بين هذين الأمرين مزاوجة فيها كثير من الإشكالات ألا وهي أن يخرج علي عبدالله صالح محصنا ثم من بعد ذلك يتم التوافق على رئيس يخلف علي عبدالله صالح وهو نائبه في انتخابات سوف تعقد في الحادي والعشرين من فبراير المقبل على كل ملخص هذا الأمر وهو أن هذه الحصانة إشكاليتها الأساسية ليست في عل صالح وحده كان إشكاليتها لأن الحصانة كانت أيضا ينبقي أن تنداح على مساعده ولكن بعد جدل بين المعارضة وبين اقتصروها عليه هو الحقيقة لنكون دقيقين للمشاهد اقتصرت على علي عبدالله صالح في العموم وغيدت على مساعده لأن مساعده منحوا هذا الحق ولكن إذا ثبت أنهم ارتكبوا جرائم إرهاب أو قتل نفسه بريئة يقدموا للمحاكمتهم بمعنى أنه علي عبدالله صالح باب مفتوح لإعفائهم لتحصينهم لا تطلعش على تتعلمش القاعدة باب مفتوح لتحصينهم وليس لمحاكمة ويقول أنهما في عفو لكن محاكمتهم لثبت سيأتوا للقضاء للقضاء نعم هذا إن دل إنما يدل على أن الجهود التي بزلت في الساحات كللت بقدر من النجاح لأن الساحات كانت تطالب بأنه لا أحد يجب أن يكون محصنا من المسائلات القانونية في القبايا الجنائية خاصة المتعلقة بقتل الأبرياء من المتظاهلين لكن هنا أريد أن أفهم لماذا الأستاذ عايش تعترض على هذا القول في النهاية يخرج علي عبدالله صالح كفرد مقابل نجاة البلد وهي ثورة طالبت بمطالب ولكن لا يمكن تطبيق مية بالمية من مطالبها تسعة وتسعين أو تسعين من أجل أن تنتهي الأزمة اللي الآن في أزمة إنسانية ومعيشية في اليمن نعم يعني من حيث المبدأ أولا لا يجوز تحصين أي شخص في العالم يعني مبدأ التحصين إذا إحنا اعترفنا بهذا المبدأ في أي دولة مش بس في اليمن فمعناته إحنا فتحنا على حالنا باب يتعلق بأنه إنت أفعل ما تشاء في النهاية سوف لن يحاسبك أحد والشخص الذي لا يخضع للحساب هو إنسان مؤهل لأن يفسد يعني أي شخص أي واحد بما في ذلك أنا إذا لم أحاسب أنتهك القانون يعني اللحظة التي سأحصن فيها من الحساب سوف أنتهك فيها القانون هذه قاعدة مطلقة وطبيعة في النفس البشرية المسألة الأخرى أنه هذا سوف ينسحب لما بعد الثورة يعني هذا مؤشر سلبي لعصر ما بعد الثورة المسألة الثالثة هي نفس القصة في مصر أنه الناس خرجت إلى الشارع وبعد أن دفعت ما دفعت من أجل أن تغير من أجل أن تصلح بلادها من أجل أن ترى اليمن بلدا يمنا سعيدا كما يقولون يعني يمنا سعيدا بكل ما في السعادة من معنى هؤلاء يريدون كامل مطالب الثورة مش تسعين في المئة ولا خمسة وتسعين في المئة يريدون مئة في المئة نأخذ برأيي أخيرا هذا الملف سالم ينبقي أن نشير إلى أن أهل اليمن أدرى بشعابهم والدليل على ذلك اليوم في مجلس النواب البرلمان قدم الأخ باسندة رئيس الوزراء طرحا عن لماذا قبله بموضوع الحصانة حتى وأنه استرق حاله بالبكاء عندما وصل إلى أن هذا من باب فقهة ضرورة كان لابد أن نلغي بعض المحظورات ومن بينها أجل نجاة البلد من أجل نجاة البلد بأكمله فلذلك ينبقي أن نستشعر أن اليمن عندما قبل هذا الأمر لم يقبله طوعا واختيارا ولكنه كان مقرها عليه حتى يتفادى خطرا أكبر بس كلمة أخيرة وما ذلك إذا كان هذا فعلا يحقن دماء اليمنيين ونطمئن إلى أنه يحقن دماء فهذا أهم من أي مكسب سياسي أهم من المعارضة ومن النظام يبقى سيد محمد دوساد إمام أخيرا ملفنا الأخير هو الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة وتصعيد في الخليج آخر هذه الأخبار هو تحذير الرئيس الفرنسي الذي حذر من تدخل عسكري محتمل ضد إيران لوقف بردمجها الناوي معتبرا أنه لن يحل المشكلة بل سيؤدي إلى الحرب والفوضى في الشرق الأوسط وكذلك في العالم وقال أن فرنسا ستفعل ما بوسعها لتجنب تدخل عسكري محتمل أو مرتقب في المنطقة فيما تزداد الضغوط الأوروبية على إيران بهدف إجبارها على العودة إلى التفاوض حول برنامجها الناوي وتشهد المنطقة حراكا غير مسبوقة على عدة مستويات منها مستوى لثني إسرائيل عن توجيه ضربة عسكرية وهذا الذي يأتي في إطار زيارة عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل ملفنا الأخير أستاذ إمام وأستاذ عايش أستاذ إمام يعني إيران والخليج هناك توقعات مختلفة هل تعتقد أن هناك نذر حرب في المنطقة ولا في النهاية الطرفين سيتعقلوا هو من الضروري أن يتعقل الطرفان لأن تعقلهما سوف ينفي هذه النظور لأن الآن حقيقة هناك بوادر تصعيد عسكري سواء كان من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لكن المفترض البحث عن سبل في كيفية احتواء هذه الأزمة بالطرقة الدبلوماسية وأحسب أن الأوروبيين أكثر حرصا من الأمريكيين وغيرهم في عدم تصعيد المنطقة عسكريا لأنهم جربوا الانجرار وراء أمريكا في كثير من مقامراتها ورطتهم نعم سواء كان في العراق أو في أفغانستان أو في غيرهم من البلدان من هنا ألحظ أن حتى التهديد الفرنسي أو تهديد الرئيس الوزراء الفرنسي ساركوزي غلف بأنه يسعى إلى عدم توريط المنطقة في تصعيد عسكريا يؤدي إلى حرب شاملة وكما تفضلت هناك عدد من القيادات الأمريكية سواء كان وزارة الدفاع أو المخابرات اتجهت إلى تلبيب لإحتواء هذا الأمر هذا صد إمام دسل عنه صد عايش موضوع هي جزئية زيارة عدم الأمريكان لإسرائيل هل إسرائيل اليوم تملك أن تشعل شرارة حرب بهجمها على إيران؟ أنا لا أظن أن لا إسرائيل ولا أمريكا قادرتان على الدخول في مغامر عسكرية جديدة في المنطقة ما نشاهد منذ سنوات أنهما يتراجعان ولا يتقدمان أمريكا تبحث عن مخرج من أفغانستان أمريكا خرجت بالكامل من العراق أو بمعنى آخر هربت من العراق لأن مشروعها في العراق أصلا فشل والآن إيران تحل محلها في العراق وهي الخصم الذي نتحدث عن أنه ربما يكون هدفا بالنسبة لإسرائيل إسرائيل دخلت في حرب مع حزب الله وهو أقل من دولة وأقل من إيران وصمد حزب الله 33 يوما لم تحقق أي هدف من أهدافها دخلت في حرب ضد قطاع غزة وهو أفقر بقعة في العالم قطاع غزة هو أفقر بقعة في العالم وكان محاصرا لثلاث سنوات عندما بدأت الحرب ومع ذلك صمد قطاع غزة 22 يوما لم تحقق إسرائيل ولو هدفا واحدا من أهدافها إسرائيل تنكفئ الآن إسرائيل تبني جدارا يحيط بها من كل الجهات لتحتمي من المقاومة الفلسطينية إسرائيل تبني أكبر مستشفى في العالم تحت الأرض من أجل أن تحتوي من صواريخ المقاومة المحتملة وبالتالي إسرائيل الآن في مرحلة الدفاع عن النفس وليست في مرحلة عجوم وكذا الحل بالنسبة للولايات صد إمام على العكس كل المعطيات التي ساقها الأستاذ عايش ثمت من يأخذ كل هذه المعطيات ويقول هي معطيات للحرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية لعبت مباراة في العراق لكنها خسرت انسحبت تكتيكيا للكويت ومن ثم ستعيد المواجهة مع إيران لن تترك الخليج ونفط الخليج وإسرائيل تحت رحمة إيران لا تنسى أخي الكريم الولايات المتحدة تواجه يعني في هذه اللحظة من المسائل المهمة ألا وهي الانتخابات الرئاسية فهذه أيضا تشكل قدرا من القيود عليها والأمر الثاني لا بد للولايات المتحدة إذا أرادت أن تغامر في حرب عسكرية على إيران أن تستصحب دول الخليج معها في هذا التوجه وإلا سيكون الأمر مدمرا للولايات المتحدة ربما تقول الخليجيين نفسهم قاعدين بحرضوا الأمريكان حتى يضربوا إيران لأنهم خايفين هذا غير صحيح لأن كثير من المحللين والمعلقين يتحدثون عن أن الخليج يرغب في حرب لا ليس صحيحا بدليل أن السمينارات والندوات التي تعقد في هذا الشأن آخرها كانت ندوة في المنامة تحدث فيها خبراء أمنيين من دول الخليج تحدثوا بكثير من الحذر عن الوقوع في حرب وبل تحدثوا عن قدر من الاعتذاريات عن استصحابهم للولايات المتحدة في حربها على العراق باعتبار أن العراق كان يشكل توازنا أمنيا مطلوبا ما بين إيران وما بين الدول العربية الأمر الأهم في حديثنا هذا الأمر المهم في حديثنا هذا أن على إيران أيضا أن تستصحب في كل هجومها في اللفظي في ما يتعلق بموضوع مشاكساتها مع أمريكا أن لا تجر معها دول الخليج في هذه الحالة أعدمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر